وعلى الصعيد الإقليمي أوضح رئيس إسطونيا أن مناقشاته مع رئيس السيسي شاملت الأمور الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط وفي هذا الإطار أشار رئيس إسطونيا إلى انهيار النظام الدولي مؤكدا أهمية إصلاح مجلس الأمن تمناقشاتنا اليوم شاملت الأمور الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط بالنسبة لي مع انهيار النظام الدولي فهذا يؤثر على الجميع وتؤمن إسطونيا بأن مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح من أجل أن ينمثل بشكل أفضل كل الأقليم والمناطق